موسيقى محمد مازين شيخ الشيرو ملقبي هون في الدوحة أبو ريان كل عام تعرف بهذه الاسم أحد أعضاء خلينا نقول كل ياتنا رؤسة وكل ياتنا أعضاء في مشجعين المتخبات السورية في قطر تقريبا النشأة كانت عبارة من سنة 2000 لل2002 كانت نشأة هاي الرابطة موسيقى نحن جالية سورية منعبر عن جميع شرائح السوريين الموجودين في قطر وفي الدوحة وفي سوريا نحن عائلة وحدة موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزاء المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم في قطر رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد محمد مازين أبو ريان بداية عن سعد مسات أهلا وسهلا فيك عطيك ألف عافية شكرا على الاستضافة الخلوة شكرا طبعا في البداية أبو ريان حضرتك رئيس رابطة مشجعين المتخبات السورية في دولة قطر في البداية تعرفنا تعرف السادة المشاهدين بنجزة بسيطة عن حالك محمد مازين شيخ الشيرو ملقبي هون في الدوحة أبو ريان كل عام تعرفنا بهذه الاسم أحد أعضاء خلينا نقول كل ياتنا رؤسة وكل ياتنا أعضاء في مشجعين المتخبات السورية في قطر تقريبا النشأة كانت عبارة من سنة الألفين للألفين واثنين كانت نشأة هاي الرابطة والرابطة تقريبا يعني بلشت أمجاداتها مثل ما بيقولوا في الأسياد اللي صار هون في الدوحة والفضل لرب العالمين استمرت على مساوة جدا عالي دعم المتخبات القطرية دعم المتخبات السورية بكافة فئاتها المواجبين هنا حتى الألعابين المصابين كانوا يتجوا لهون كانوا يطلقوا الحمد لله دعم من هذه الرابطة بشكل عام نوعا ما نحن عبارة عن مجموعة كبيرة من السوريين عوائل ومشجعين وألترس تنطوي تحت هذا اسم الرابطة نعم بالتوفيق بس تعرفنا أكتر على هاي الرابطة شو هي أصلا أهم الخدمات اللي انتو عم بتقدموها من خلال الرابطة تقريبا عندك الخدمات هي حسب المجريات الرياضية اللي بتصير في هيدا البلد والأحداث الرياضية الهامة اللي بتصيرها البلد كدعم لوجستي خلينا نقول ودعم جماهيري نحن تقريبا في مختلف رياضات اللي بتصير هون في الدوحة نحن تجالية السورية متواجدين في أكثر من بطولة كبطولة جيدو بطولة الصباحة بطولة كأس الياد بطولة كأس العالم الأسياد الألعاب الأولمبية حتى أحيانا في الريشة حتى أحيانا في كرة السلة يعني بمعظم البطولات المتواجدة هون كدعم للمنتخب السوري إذا كان مشارك في هالرابطة أو كدعم للرياضة بشكل عام القصص بتصير تقريبا بطرح مجموعات على الواتساب عنا تقريبا فوق الـ 18 مجموعة تقريبا بحدود الـ 15-20 ألف شخص موجودين معنا إن كان بقطر غولف إيريا بشكل عام بيدعمونا وقت يكون في منتخبات كالجالية الإماراتية والجالية السعودية عنا عطوا واصل مباشر معا منهم بحيث دعم المنتخب حاليا في كأس آسيا غير هيك نحن تقريبا بكأس العرب هون اللي صار تقريبا نحن من أكبر الجاليات اللي حضرت المباريات وخصوص إذا تابع مباراة سوريا وموريتانيا كان الجمهور تقريبا معبي فوق 3 رباعل كان الملعب فضل رب العالمين الخدمات اللي نحن منوفرها هي اجتماعاتنا مع هالوفود هيكلياتها منوفر طريقة دخول للملاعب وخروجها بطريقة سلسة وآمنة لكافة العائلات وأحيانا بكون طبعا واصلنا من الاتحاد القطري أو من بعض الهيئات المؤسسات القطرية الموجودة في الدوحة تذاكر يتم طرحها مباشرة لكافة الجمهور نعم شو هي تجهيزاتكم لكأس آسيا تجهيزات كأس آسيا للأماني هذا الموضوع كان عم يندرس من خلال شهرين بالتواصل مع الاتحاد السوري لكرة القدم والشباب الحمد لله ما حدا أصر منهم بس كان في شوية عقبات صغيرة هي موضوع التوقيت بس الحمد لله حاليا نحنا أدركناها التجهيزات هي تقريبا حتم إن شاء الله غدا لأحد الساعة 11 بيكون استقبال المنتخب السوري في المطار ناطرين إن شاء الله التصريحات تكون كل آياتها جاهزة الفرق والشباب على أتم الاستعداد الألترس مجهز بتشيترات وأعلام ونحنا إن شاء الله حنكون بإذن الله رب العالمين الحصان الأسوات في هذه البطولة نعم بس إيش هي رؤيتكم المستقبلية؟ أنتم شو حابين تعملوا لأدام أو شو هي التسهيلات اللي أنتم بتتمنوها؟ الإشياء المستقبلية لا حدود لها من الأمانة كرابطة موجودة في بلد خليجي لا حدود لها وخصوص إن هاي البلد اللي بتدعم هي تعد عاصمة الرياضة في العالم وليس في الوطن العربي فهيدا الشيء، الطموحات اللي نحنا هنا نتمنها إنه يكون عنا منا نوعا ما استقرار في هذا البلد لأنه حاليا أنت بتعرفك كسوريين نحنا الاستقرار ما بدي أحكي باتطرق فيه إله كثير بس كموضوع سياسي نحنا ورياضي نوعا ما مختلف تماما كأي جالية تانية يعني ما بدي بحر بهيدا الموضوع نحنا نتمنى الاستقرار الرياضي بين قوسين فقط جميع فئات السوريين مرحب فيهم في هذه الرابطة نحنا ندعم الرياضة فقط نحنا ندعم المنتخب فقط نحنا جالية سورية منعبر عن جميع شرائح السوريين الموجودين في قطاع وفي الدوحة وفي سوريا نحنا عائلة وحدة بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لو وصلت لها المرحلة اللي أنت فيها حاليا فأنت لمن بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجها؟ رسالة شكر لوالدي والدي اللي دائما بيدعموني في هذا المجال وأنا من صغري بلعب بفريق اسمه الوحدة السوري فريق ديمشقي فأنا من صغري عندي شغف في إدارة الجماهير وتكوينها ورفع سوية المشجع العربي السوري في جميع أنحاء العانا شكرا لكم وفي نهاية هذا اللقاء أعزاء المشاهدين نود أن نشكر السيد نحمد مازن على حسن استضافته لنا وعلى أمل اللقائي بكم وجذل نورت شاشنا وشكرا لك شكرا لك كل أكثر